بوسي اقولك حاجة يعني عادة عادة الاهلوية كتير قوي فعادة لما بيبقى في مطش قمة اما بنعمل بريك اتصل بيوقف اه اه بنعمل بريك في وقت المطش عشان نتفرج على المطش كلنا كجروب بس بنبقى في اللوكيشن ونتفرج يا اما يعني حسبتلي مرة او اتنين ان احنا كنا مزنوقين جدا وبنصور عشان رمضان فالوقت كان بيبقى صعب جدا ان احنا نوقف فكان بيبقى عندنا بقى ايه ناس كده بنوقفهم اه جنب الكاميرات كده ودول بقى معانا على طول ايه اللي حصل كم كم ده يعني بيبقى موقف صعب شوية اه بس بس غير كده طبعا بنوقف التصوير وبنتفرج طب بتاقى مركز في الشغل بقى ولا مش مركز؟ لا طبعا خلاص بتبقى في مرحلة انت بروفاشنال بقى فطبعا مركز في الشغل بس برضو دماغك مع ايه كل شوية تسأل النتيجة كام عملنا ايه الشوت الاولاني خلاص ولا ايه جيه فتلاقي ناس وبعدين فجأة تلاقي بقى احنا بنصور تلاقي حد بيصرخوا نعرف ان فيه جونجي اه الستوب بقى ونبدأ من عيد تاني طب وانت صغير بقى لو رجعتك لورا شوية كنت ممكن بقى فعلا تهرب من المدرسة ما تحضرش حاجة بتاع عشان ماتش اه اه كنت بقى اه اه ومرة اتمسكت يعني وكنت كتير ده كتير يعني الاصلحنا كنت ساكن في مصر الجديدة فالاستاد قريب اه فبنطلع من المدرسة صلاح سلام على طول نطلع على الاستاد متخرج بقى وانت داخل البيت كرا شكلك مش جاي من الدارس خالص اه اه لا يعني اتقفاشت كتير في الموضوع انا كنت بحب اروح الاستاد قوي كنت بحب اروح احضر الماتشاط واشوف الاجواء واتفرج على اللعيبة كده الواحدة في الوقت انت كنت من جمهور الاهلي طبعا اه طبعا اه طبعا ايه رايك بقى في نوعية الجمهور اللي بيقيم بالقطعة ماتش ماتش رايك في ايه؟ رايي ان ده موجود من قديم الازل من زمان اللي فرق بس ان بقيت السوشيال ميديا موضحة اه موضحة انت بتقول راييك في ساعاتها احنا كنا بنستنى لتاني يوم علشان حد يقول راييه او في برنامج او لما نجتمع كلنا مع بعض فنقول بس دلوقتي بقى رد فعلك سريع جدا بس هو النقد هي الكورة حلوتها في ايه؟ ان هي لعبة لايف يعني احنا عندنا في المجال التمثيل فيه بروبات وفيه كت وفيه نعيد الكورة مفياش نعيد الماتش بيتلاعب الخمسة واربعين ديه بتقشط الاولاني والخمسة واربعين ديه بتقشط تاني ولازم تقدي فيهم دلوقتي فلو الاداء مش كويس هيبقى فيه نقدة لو الاداء كويس هيبقى فيه مدحة وده تعودنا عليه في الكورة يعني ايني حاجة خلاص الاسبوع ده الناس بتمتح فيك الاسبوع اللي جايه الناس مش مبسوطة منك فلعيب الكورة المفروض ان هو بالخبرة بيتعود على ده خلاص طيب انت متابع الاهل من يوم موعيت على الكورة ممكن نقول ايه مين المحترف اللي بتحاسس انه مش هيتكرر مش هيتكرر في رأيي اتنين فليكس وفلافيو اتنين راسين حربة من التراز العالي اوي اوي شايف ان هم مش هيتكرروا مش هيتكرروا لان هم كانوا كانوا ليقين على النادي الاهلي يعني المنتالي بتاعتهم شبه النادي الاهلي فكانوا بيكراوا الخسارة بيحبوا يجيبوا جوان على طول اجراسف على طول بيعملوا مجهود عالي جدا يمكن انا حضرت فليكس محضرتش فلافيو ولكن افتكر ان فليكس كان في التمرينات كمان كان بيرجع يدافع كأنه باك يعني يرجع يدافع يجيب الكورة لو بنلعب تقسيمه وفرقته خاصة لنا كان بيرجع في الديفنس هو كان هيدر جامد طبعا وكان طبعا كان لعيب قوي جدا لا مش هيدر بس يعني كان بيلعب بدماغه وفنشر جامد جدا يمينه وشماله وبالهد وكان كان فيه كان فيه زي كده كامس تريبينه وبين حسام حسن قوية جدا في المص القدمين من اللعيب اللي بورا الاهلي وكان نفسك ان يكون في الاهلي كنت قلت لها مسلا معاه في المنتخب كنت قلت لها معاه في المنتخب بصي انا بحب الحريف اقول بحب اللعيب الحريف هقول عبدالسطار صابري طبعا عبدالسطار صابري كان لعيب حريف جدا وكان كنت بحسه ينفع في الاهلي الاهلي جدا لان الجمهور الاهلي بيحب العيب الحريف اللي بيقدر يعدي من واحد واثنين وثلاثة فعب السطر اعتقد لو كان لها في الاهلي كان هيبقى ليه صيد جميل جدا اه انتهت فقرتنا لكن لسه ما انتهتش بقيت فقرتنا خليت معينا وخليكم معي ما ترحوش في اي حد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة